السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو هام جدا الفيديو اللي عم ننتظره منذ عدة أيام وأخيرا صدر الآن حزمة المساعدات الثالثة البارحة كان في مفاوضات ليلا استمرت لحوالي 17 ساعة أنا كنت سهران كنت متوقع تصدر نتائج ليلا ويتسرب شيء في الحياة تم المحافظة على سرية الأشياء التي تم الاتفاق عليها وذلك قرروا يعملوا اليوم 11 صباحا مؤتمر صحفي حضرت أنا طبعا مؤتمر صحفي بشكل كامل اللي طبعا افتتحه السيد أولاف شولز المستشار الألماني طبعا خلال هذا خلال المؤتمر الصحفي يعني تم شرح وجهة نظر الحكومة بشكل واسع جدا 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 عن الوضع الألماني حاليا والوضع الاقتصادي وحزمة المساعدات ولكن على شكل أفكار متفرقة طبعا رح أعطيكم كمان الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات التي تم اتخاذها بشأن المساعدات نقلا عن وسائل الإعلام بالترتيب ولكن رح أركز الآن على العدة نقاط بشأن تخذوا فكرة أيضا عن كيف الوضع الآن في ألمانيا المستشار ركز وكل المتحدثين في المؤتمر الصحفي المستشار وخصيا لنا وساسكيا اسكن في بداية كلمتهم على أن سبب الوضع الحالي والمشكلة هو الهجوم الروسي على أوكرانيا قولا واحدا ركز الجميع على هذه النقطة وأيضا على الدعم أوكرانيا بشكل واسع المستشار الألماني ركز على هذه النقطة رح نشوف الآن بشكل حرفي تقريبا أهم الأشياء التي ذكرها المستشار وضع البلد صعب جدا ويجب قول ذلك إذن وضع في ألمانيا إذن الحكومة عندها فكرة واسعة عن الوضع الحالي الشعب قلق حول الأسعار المرتبطة بالتضخم سبب هذا الوضع الصعب جدا هو الهجوم الروسي على أوكرانيا قولا واحدا في هذا الوضع يجب أن نقف بجانب أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية وأيضا استقبال اللاجئين في ألمانيا الجميع يشعر الآن بتابعات هذه الحرب في أوروبا والعالم إذن الجميع متأثر روسيا بدأت تكسر الاتفاقات ولم تعد تزود بالطاقة بشكل تلتزم بالعقود ولم تعد الجهة يعتمد عليها هذه النقطة هامة جدا لذلك الحكومة بدأت ببناء الترمينالز وتسرع الآن عميات بناء الترمينالز في ألمانيا موضوع الكهرباء سأتحدث المستشار الألماني أولوف شولز على أن هناك سيكون إصلاح واسع لسوق أسعار الكهرباء سيتم كبح تقدم وارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا عبر عدة إجراءات تحدث بشكل واسع عن موضوع حتى بشكل عام عن الطاقة أن العديد من الشركات الآن استفادت وحققت أربع خيالية في الفترة الماضية بحجة ارتفاع أسعار الطاقة ولكن هناك العديد من الشركات تولد الطاقة الكهربائية ليس عن طريق الغاز عن طريق الطاقة الشمسية طريق فحم الحجر وكل هذه الأشياء فلماذا هذا الرفع الكبير للأسعار؟ لذلك سيتم أخذ الضرائب منهم بشكل أكبر وإعادة توزيعها ونقلها للمواطنين عن طريق هذه حزب المساعدات تحدث أيضاً المستشار الألماني أولوف شولز نحن طبعاً نحن نحكي الآن بشكل عام عن 300 يورو في شهر زبتمبر سيتم دفعه للعملين في ألمانيا نحن نعرف سيكون هناك إصلاح واسع لنظام الفونجل هو الأكبر في تاريخ ألمانيا ابتداء من 1-1-2023 بحيث سيتم توسيع يعني أيضاً فئة الناس ستستفيد من هذه المساعدة بمعنى أصحاب الدخل المحدود ومن 700 ألف شخص إلى حوالي 2 مليون شخص في ألمانيا أيضاً سيتم احتساب العديد من الأشياء حسب نسبة التضخم الحالية أو المستقبلية وليست السابقة ولذلك تحدث المستشار أيضاً عن أخيراً إصلاح النظام المساعدات الاجتماعية إلى نظام البرجر جيلد بداية العام الماضي وتتم تسريب وأخيراً حجم المساعدات المتوقعة الحديث هو عن حوالي 500 يورو للشخص الواحد شهرياً ابتداء من 1-1-2023 بعدما يتم إدخال نظام البرجر جيلد بشكل جديد إذا تم تسريب العديد من الأشياء في ألمانيا بالنسبة لأيضاً موضوع الضرائب أنه فوق من يعمل فوق الميني جوب بمستوى يتراوح بين 520 و 1600 يورو أنه يتم تخفيف الضرائب عليهم الآن فبعد شهر ينوى بعد 2023 أيضاً سيتم رفع ذلك إلى من يصل راتبه إلى 2000 يورو بأنه يتم تخفيف الضرائب عنهم أيضاً إذن إصلاح ضريبي واسع بحيث أنه يظل ناتو أكثر من البروتو أيضاً بعد شهر ينوى سيتم إصلاح موضوع الضرائب فيما يتعلق بالمتقاعدين بالنسبة لإذا تم تخص قرية يقوم بأصحاب العمل أيضاً نقطة هامة جداً أنه سيكون هناك إجتماعات قادمة بين أرباب العمل والعاملين في ألمانيا شفنا كان في عدة اجتماعات تحدث عنها المستشار الألماني إذا قرر أرباب العمل في ألمانيا مساعدة عمالهم الذين يعملون لديهم برواتب أو مبالغ إضافية باتفاق على مستوى ألمانيا إذا تم الاتفاق على ذلك فإن الحكومة مستعدة لعدم فرض الضرائب على هذه المبالغ التي تصل إلى 3000 يورو إذن الحكومة أيضاً قالت لو كان أرباب العمل عنده للرغبة بمساعدة عمالهم وموظفيهم بسبب نسبة التضخم في ألمانيا والوضع الحالي فكل زيادة سيتم منحهم إياها لن يتم فرض الضرائب عليها طبعاً إذا تم الاتفاق على ذلك هذا لا يعني أنه بشكل أوتوماتيكي الآن وإنما إذا تم اتفق الجميع على هذه الخطوة فالحكومة أيضاً مستعدة لعدم فرض الضرائب على هذه الزيادات بالنسبة لبطاقة 9 يورو سبعنا أيضاً عدة أراء في المؤتمر الصحفي البعض تحدث عن 40 يورو حوالي الآن التسريق حتى 69 يورو إذا رح يكون فيه بطاقة أيضاً تخلف بطاقة 9 يورو على الأغلب بعد بداية العام القادم الحكومة ستخصص قدم الشهر 1.5 مليار بعد النجاح الكبير حقاقته بطاقة 9 يورو من جانبهم بباقي المقاطعات يجب أيضاً يتفقوا ويقدموا أيضاً جزء منهم أيضاً ميزانية المقاطعات حتى يتم الاتفاق على بطاقة جديدة يعني تخلف بطاقة 9 يورو وهي كنا أخذنا فكرة عن أهم النقاط والطريقة التي تم سرد وعرض الأفكار فيها في المؤتمر الصحفي طبعاً كل المتحدثين بدأوا بموضوع أوكرانيا أيضاً وأن الحرب الروسية الأوكرانية هي المتسببة بالوضع العالمي الآن هذا رح نروح الآن على النقاط النقاط بشكل حرفي كما نشرتها وسائل الإعلام الألماني وليس ضمن المؤتمر الصحفي لأنه ماتا من ذكرى على شكل نقاط طبعاً أنا كاتبها كلها يعني أسناء المؤتمر الصحفي كتبت كل الكلمات فرح نشوف الآن النقاط بطريقة تستفيدوا أنتم منها النقطة الأولى المتقاعدون في ألمانيا سيحصلون ابتداءاً من 1 ديسمبر لمرة واحدة لمساعدة لمرة واحدة بمقدار 300 يورو لطلاب الجامعة الشتودنت نتم ذكرهم سيحصلون على مساعدة قدرة 200 يورو طبعاً رح يسألوني لبعض الآن هذا يشمل ذلك أيضاً الأتسوبيس الأسوبيلن في ألمانيا لم يسكى ذلك صراحةً بالأيام القادمة إذا توضحت المعلومات أكثر طبعاً بشرح لكم إياها أكيد وبنقلكم المعلومات مبدئياً الحديث عن طلاب الجامعة النقطة الثانية سيتم رفع الكندرغيلد ابتداءاً من 1-1-2023 لمساعدة العائلات في ألمانيا بمقدار 18 يورو شهرياً عن الولد الأول والولد الثاني يعني الكندرغيلد سيتم رفعه بهذا المقدار عن الولد الأول والثاني مفروض يعني التالت والرابق يبقى كما هو أو من يليه يعني من الأولاد بحسب الأرقام السابقة ولكن الولد الأول والثاني رح يرفعه الآن الكندرغيلد بمقدار 18 يورو شهرياً أيضاً الحد الأعلى للكندات سوشلاك اللي عبي يشتغل ويأخذ كمان كندات سوشلاك سيتم رفعه للـ 250 يورو شهرياً يعني صار في احتمال أكبر كلما كان راتبنا أقل كلما ممكن نحصل على كندات سوشلاك أكتر نستفيد أكتر إذن واضح أنه فيه الفئة اللي راتبها منخفض اللي عبي يشتغلوا عبي يتم مساعدتهم الآن من عدة جهات رح نشوفها بشكل خاص يعني بحيث ألا المستشار كمان بحيث أنه اللي عبي يشتغل أنه يحصل على مساعدات من عدة جهات يعني مثلاً كندات سوشلاك أو بحيث أنه كل هالأشياء وتخفيض شوي على الضرائب يعني بحيث أنه يكون هو بشكل واضح يصير فوق الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية هاي النقطة اللي بتم نقاشة يعني بشكل دائم في ألمانيا أنه اللي عبي يشتغل لازم يحصل على راتب أعلى من اللي عبي ياخد فقط مساعدات اجتماعية ويكون الفرق واضح الآن الواضح أنه يركزوا على هذه النقطة بحيث أن يتم مساعدة لأصحاب الرواتب المنخفضة بشكل أكبر في النقطة الرابعة قالنا إصلاح شامل لنظام الفونجلد في ألمانيا ابتداء من 1.1.2023 هو الأكبر في تاريخ ألمانيا كما قال المستشار بحيث يتم أنه يشمل عدد أكبر من الناس من 700 ألف لحوالي 2 مليون وأيضا يتم في هذه المرة أيضا حساب تدفئة تكلفة التدفئة بشكل خاص وضرائب المناخ ومساعدة تدفئة لمرة واحدة سيتم دفعها عن أشهر من الشهر التاسع للشهر 12 بمقدار 450 يورو للبيت المؤلف من شخص واحد 540 يورو عن البيت المؤلف من شخصين و100 يورو إضافية عن كل شخص زائد يعني مثل إذا كانوا 640 أربعة 740 وهكذا النقطة الخامسة إدخال نظام البيت المؤلف وأخيرا يعني كمان تحدث عن المستشار وواضح أنه تم أيضا نقاشه في المباحثات سيتم رفع المساعدات إلى حوالي 500 يورو للشخص الواحد نظام البيت المؤلف من المتوقع الآن بداية من 1-1-2023 أنه يبدأ حيز التنفيذ إذا المتلقيين المساعدات الاجتماعية أيضا رح يروحوا عن النظام الحادث فيه النظام البيت المؤلف وسيتم رفع المساعدات الاجتماعية بحيث تصل إلى حوالي 500 يورو للشخص الواحد النقطة السادسة تخفيض أسعار الكهرباء لاستخدام والاستهلاك العادي وإصلاح نظام الكهرباء طبعا تحدث المستشار لأنه أنا أحضرت أنا المؤتمر الصحفي كامل رح أشرح لكم النقطة المستشار اعتبر أنه العديد من الشركات الكهرباء في ألمانيا استفادت من موضوع ارتفاع الأسعار والتغير الكبير صار في السوف حققوا أرباح هائلة يعني استغلوا موضوع ارتفاع الأسعار بها الحج رفعوا الأسعار وحققوا أرباح هائلة وأن هذا يعني بدون أنه يعملوا أي شيء يعني حققوا أرباح بالصدفة حرفيا قاليك المستشار بالصدفة يعني فبالتالي أنه هذا الشيء يعني ليس جيد لأنه هنا نعبحقوا أرباح هائلة بينما في ناس مواطنين ما معنوا يدفعوا فواتيرهم وسيمنعون ذلك وبين أجل ذلك سيتم سنل القوانين لضبط هذا الموضوع وكبح جماح ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بحيث أنه سيتم محاولة إيجاد حل على المستوى الأوروبي أولا فإذا لم ينجح ذلك فستقوم ألمانيا على مستوى ألمانيا فقط بإصدار القرارات الخاصة بألمانيا النقطة السابعة تم أيضا ذكر موضوع أنه حتى من بداية 11-2022 نعرف لنهاية شهر ميات شهر الثالث 2024 سيتم تخفيض ضرائب على الغاز من 19 إلى 7% هي معلومة قديمة منعرفها ولكن تم إدرجة أيضا في حزمة المساعدات الجديدة النقطة السامنة إلغاء نهائي للأي اي جي أملاجة على أسعار الكهرباء منعرفها ابتداء من 1-1-2023 النقطة التاسعة بطاقة جديدة تخلف بطاقة 9 يورو وتتروح وتتروح سهرها بين 49 و69 يورو طبعا في المتمر الصحفي تمزك الرقم 49 يورو ولكن بها الحواية تقريبا حسب ما يتفقوا لأنه الآن سيتخلوا ويتفاوضوا مع المقاطعات أيضا الحكومة المركزية ستقدم 1.5 مليار من أجل ذلك من المتوقع أن هذه البطاقة تأتي في بداية شهر 2021-2023 يعني السنة القادمة بداية السنة القادمة الآن حزمة المساعدات هذه هي أضخم حزمة المساعدات يتم تقديمها تصل إلى 65 مليار يورو فوق كل التوقعات يعني كانت حزمة المساعدات هذه و مع حزمة المساعدات الأولى والثانية ستصل إلى 95 مليار بمعنى الأولى والثانية كانوا حوالي 30 مليار الثالثة الآن 65 مليار يعني تعتبر هائلة جدا طبعا تم التفاوض فترة طويلة على تمويل ذلك مع وزير المالية سيد خسل لنا اللي كان طبعا كمان حاضر المؤتمر الصحفي وألقى كلمة ف التمويل يعني سيتم ربعا للأغلب يعني من ميزانية الدولة الآن حاليا أنه في لسا مجال للتحرك والعام القادم إذن على الأغلب يعني سيتفقوا على موضوع التمويل لأنه المبلغ ضخم جدا 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 من ميزانية الدولة يعني وتم التركيز على ذلك أنه يكون أنه المساعدات تكون ضخمة وأيضا مركزة بحيث أنه يستفيد منها يعني فئات معينة بشكل أكبر من أخرى هيك بيكون شرحت لكم المؤتمر الصحفي وكل النقاط أكيد لاحقا رح يكون فيه شرح وتفاصيل ومعلومات أكثر عن هال حزمة المساعدات الثالثة الآن يعني يعني أعطيتكم الفكرة العامة الشاملة عما هو قادم أتمنى أكون نفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته